بعد غياب طويل وضحت الفنانة والمنتجة اسعاد يوني السبب توقف عن الانتاج السينمائي انا لم اترك الانتاج انا توقفت قليلا حتى اعيد حساباتي لان انا مش شركة صغيرة احنا توقفنا فترة لما السوق اترب جدا وقرصانة كانت على اعلى مستوى ويا ترى شايفة ازاي سوق الانتاج في الوقت الحالي كنت منتظر اللحظة اللي احنا فيها دي يعني حقيقي ده حلمي بتحقق انه الاقي منافذ للفيلم متأكدة انه هيروح فيها اقدر اعمل دراسة جدوى واضحة عشان اقدر انتك زي ما كنت بندق 10 او 12 فيلم في السنة بابا هو انت مش الله يرحمك ولا رجعت في كلامك وكشفت لنا عن موعد رجوحها للانتاج رجع للانتاج ان شاء الله على الربع الاخير من 2019 فيلم كان ناجح جدا وحنعمل منه البارتو بتاعه بعد مرور فترة زمناية على نفس الاقطار ويا ترى ايه اكتر تجربها النجحة الاكتر نجحا الحمد لله صاحبة السعادة لانه زي ما تقول ربنا بيكافئني على كل اللي فات اكلة ملهاش زي ولا تاني مفيش في العالم حاجة بيعمل كده ابدا وسألناها عن رأيها في افضل افلان ترحت في السوق الفترة اللي فاتت لسه فيه الابس والداونز الممر فيلم بتاع كل الاجيال وكلمتنا كمان عن رأيها في بعض التجارب الناجحة زي الفنان امير كرارا امير يعني ممثل طعمه حلو لغته كويسة مخارج الفاظه هايلة الاكشن بتاعه كويس قوي قبول عند الناس حلو جدا وكمان اعتبرت ان الفنان محمد فراج قدر يطور من نفسه بسرعة في السينما مفرد جدا في التعبيرات والبتاعه لحد من سنتين كده السنة الفاتت في السنة دي الحقيقة انا شايفاه مش استوى بقى ده ترميه في العالم بمنتهى الثقة يعني زي وزي اي ممثل عالمي مش جادر ابص في عينه وانا مهزوم مكسور مش شهد هنتفنه مهنة وسألناها عن زميل الكفاحة الفنانة سهير البابلي سهير البابلي ده حبيبتي دي عشرة سنين طويلة وحلو ووحش وغنى وفقر ونجاح وحاجاته كده يعني حبيبتي قلبي سهير اما عن تجربة محمد رمضان فكان ليها رأي خاص تجربة محمد رمضان مختلفة وتخصه جدا يغني غني بتعمل شغل هايل جدا ولوه مستمع ولوه مشاهد كتير رياضي رياضي جدا بيحب يعمل شوية مظاهر ده الكاركتر اشتركوا في القناة